يوم مميز بالنسبة لها أولاء اليمنيين أخيراً تدفقت المياه العذبة في الصنابير بعد طول انتظار طابر العطشة هذا قد يلخص أكبر أزمة للمياه في الشرق الأوسط أزمة ولدت من رحم الحرب الطاحنة في البلاد منذ سنوات بعد قطع مسافة لا تقل عن كيلو متر واحد مشياً على الأقدام يصل الأهالي ويملؤون قنانيهم بالمياه بعد انتظار استمر لأيام يعيش أغلب سكان العاصمة صنعاء في أزمة مياه خانقة بسبب عدم تشغيل ميليشيا الحوثي لمضخات المياه بحجة عدم توفر المواد التشغيلية الأساسية ما يدفع الأهالي إلى أماكن السبيل للحصول على بعض لترات من المياه يشارك في توزيعها متطوعون شح المياه الكبير صعب من فرص الفرد في الحصول على حصته باستثناء هذه الطفلة التي بدت علامات البهجة على محياها بعد أن نالت نصيبها من المياه نحو 16 مليون يمني أي أكثر من نصف السكان لا يحصلون على مياه نظيفة وفقاً لتقارير الأمم المتحدة وأكثر من 385 ألف طفل يعانون من الأمراض وسوء التغذية الحاد ويصارعون من أجل البقاء بسبب صعوبة الحصول على مياه صالحة للشرب مضطر آلاف الأسر اليمنية مؤخراً إلى البحث عن مصادر بديلة مجانية حتى لو لم تكن آمنة صحياً